اصحب الله مساءكم بكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا محددكم التور عارف الزردين استكمل معكم اليوم ما تبقى لنا من محاضرات الوراق الطبية اول الأوراق الطبية لهذا اليوم هو نبات الكوكاليفز او أوراق الكوكاليفز الكوكاليفز عبارة عن درايد ليفز او موسمة عندنا المنشأ النباتي او المنشأ الحيوي هي الأوراق الغافة لنبات إلثروكسيليام كوكا إلثروكسيليام كوكا العائلة إلثروكسيلياتسيا إذن هذا هو العسم العام للنبات الكوكاليفز القدر المستخدم هو الأوراق القافة العسم العلمي النبات إلثروكسيليام كوكا العائلة إلثروكسيلياتسيا نطلق لهذا دائما المنشأ النباتي او المنشأ الحيوي الكي إليمينز أو موسمة عندنا المميزات الميكسكوبية في بودر الكوكاليبس ممكن أن تلاحظ قد أجزاء متعددة للنبات وفضل طبعا نظر إلى القوزة العملي للتحقق من بودر الكوكاليبس هذه الأجزاء البودر أما المواد الفعالة فهي عبارة عن قلويدات قلويدات التربان القلويدس هذه القلويدات عادة تنزم دائما أن القلويدات المركبات تحتوي على ذلة النيتروجين داخل الحلقة أهم هذه المركبات هو الكوكاين الكوكاين والكوكاين عبرها مركب تتشكل عادة من الحمض الأميني والحمض الأميني فينيل ألانين إذن عرفنا الآن أن أهم المواد الفعالة هي قلويد الكوكاين قلويد الكوكاين وهو عبارة عن قاعدة حمضية يعني عبارة عن مركب يتمتع بخواص حمضية أي أن هذا مركب يدوم في الماء بسبب وجود مقبوعة الكربوكسيل سينميل سينمايل الكوكاين سينمايل كوكاين سينمايل كوكاين بيتا تروبسلي أهم واحد في العملية أو بين القلويدات والكوكاين كوكوتانيك أسيد من المطبوعة العفاص كوكوتانيك أسيد طبعا لكي نتعرف على القلويدات نفحص القلويدات باختبارات الكواشف أو كواشف القواعد كواشف القواعد كواشف القواعد دائماً عن مايرس دراك و دراكوان دروك وتكلمنا عن ويغنرس هذه هي الكواشف المستخدمة لتعرف على من على القلويدات لذلك عليك أن ترجع إلى من إلى الكواشف كواشف عشان تعرف ماذا تحطي من راسب ولون هذا كوكا التانيك أسيس ترجعه لكوشف العفاص أو التانيس مع F.E.C.L.3 يستخدم عالك الكوكاين لوكال انستيزيا مقدر موضعي وإذن يستخدم محفز ومقوي الكوكاين عالتا يستخدم عشاك هيدروكورايدز كوكاين هيدروكورايدز وهذا طبعا يستخدم توبيكالي لإنتاج موسمة عندنا باللوكال ايش انستيزيا يعتبر الكوكاين ذات قيمة كبيرة جدا في الاستخدام الموضعي أو في التقدير الموضعي وهو يستخدم أيضا في المينور سيرجيكال اوبريشنز في بعض العمليات القراحية البسيطة مثل العين والأمف والأضل إلى آخره طبعا حاليا لا يستخدم الكوكاين ولكن نستخدم بدائل الكوكاين أو مشتقاتيش الكوكاين يعتبر الكوكاين من أهم المواد المخدرة ناركوتيك الشاهي تي الأورجين عادة نظر ما نقلنا الكوكاين المستخدم واسم النبات والعائلة الأورجين أو منشأ الحاوي هنا أيضا عبارة عن الأوراق القفة والبراعم الوراقية أوراق الشاهي من أهم المشروبات في العالم بل يعتبر أول في العالم الأكتف انجريديانس القراويدات من مطموعة البروت والقراويس مطموعة البروت والقراويس وهم هذه القراويات هي القراويات البورين وأهمها هو الكافاين والثيبرامين والثيوفلين هذه المركبات تعتبر من مبلوة البروتو القلاويس أيضا يحتوي على نسبة عالية من العفاص المكتفة الثانينز تانينز لون الشأيعة أحمر وهذا يعني أنه يحتوي على نسبة عالية من العفاص المكتفة 10 إلى 14% أيضا أوراق الصغيرة او مؤسسنا عندنا من الاوراق الطريقات احتوى حتى على زيت طيار اشتخدم الشاهي محفز للجهاز العصبي مركزي ويؤدي الى زيادة للنشاط القسمية والكفاء القسمية ايضا مدر للبول لما يحتويه مميش مياس تيبرامين ايضا اشتخدمه كمشروب عالمي وايضا وايك ماسكا ريليكسانت وايك ماسكا عمل استرخاء للعضلات ماسلس ريليكسانس ماسل ريليكسانس وايك ولكن ضعيف في اللاردوزز عاطن الشاهي ممكن يؤدي الى تهيق تهيق في المعدة ممكن يؤدي الى ممكن يؤدي الى بيبتيك ألسار ممكن يعمل نيرفس ايضا تهيق عصبي طبعا الكواشف حق القلويدات هنا معنى الكواشف اخرى وهو هنا في هذه الحالة كالشيف المستخدم للتعرف على قلويدات الكفعين والتيبرامين والتيفلين هو كاشف نتلق لهم موروكسايد تيست موروكسايد تيست والموروكسايد تيست هذا يعطي باربيل كلانس مع الكفعين والتيبرامين والتيفلين اذا الكاشف المستخدم هنا ما هو هو الموروكسايد تيست العفاص ممكن استخدميه الان FECL3 FECL3 ايش بيعطينا مع العفاص بيعطينا جرينيش بلاك جرينيش بلاك جرينيش بلاك طبعا ممكن ايضا نترف على الزيت الطياب نباتة الجابورندي ايضا نباتة الجابورندي هو عبارة عن برايت ديفلست الغريقات الصغيرة القافة نباتة البلاكورباكس جابورندي على علان القاسية الهم في الامر ان هذا النبات ايضا ايضا قرويدات باكوربين هذه القرويدات هي البلاكوربين بيلو كربين بيلو كربين إذن البيلو كربين يشتق عاتم الحمض الأميني هستيدين نتعرفه أيضا عن طريق المايز والدراجين دروف والويغنرز وهو من القلوية السائلة من القلوية السائلة ومن القلوية الحقيقية لأنه يحتوي على ذرة نتيجين داخل الحلقة بلطال أو ييلز الليمونين إذن نقدر نتعرف أيضا على أوراق أو على البوزر الجبراندي عن طريق فحص الزيت الطيار ليستخدام كاشف الكانات تينيكشورس والسودان تري هم استخدامات الجبراندي هي ميوتيك تعمل تضيق حدقة العين أيضا تشتغل في معالقات البلايكومة وخاصة في المراحل الأولى من المرض البلو كربين أيضا يستغل عكس الأتروبين مسالك يوب سالك يوب إذن يعزز من إفرازات اللعبية إذن يعرق وإذن يستخدم براسيمباتوميتيك تراجز من الأدوية المقلدة والمحاكية للجهاز البراسيمباتوم البولدو نفس الكلام الأورجين هو عبارة عن بولدو وهو عبارة عن رايد ليفز بيوماس بولدس مولينا العيلة منيماسيا وهذا هو المنشى النباتي والمنشى الحاوي هم المواهد الفعلة أيضا قرويدات البلدين قرويدات هم مواهد هو البلدين بلدين بلدين حامي حامي ضد الخلايا السرطانية ولهو خواص أيضا مضادة للكابة الكواشف نسي كواشف بين القرويدات الكافور أو إيكولابتاس الإيكولابتاس أيضا عبارة عن رايد ليفز الأجوزان المستخدمة أو المنشى النباتي هي الأوراق القفة لنبات الإيكولابتاس غلوبلاس العيلة ملتاسية طبعا أهم ما في الكافور أنه يحتوي على زي الطيار زي الطيار نسبته 3 إلى 5% وأهم هذا المركب أو أهم هذا أهم احتويات زي الطيار عادينا السينيون أيضا يحتوي على العفاص تانينز أيضا يحتوي على الفلافون ميت إذن معاك هنا ثلاث مجموعة المجموعة الأولى زي الطيار المجموعة الثانية تانينز والفلافون ميت طبعا لقاب أن ترجع أيضا إلى تعريف زي الطيارة إلى تعريف التانينز إلى تعريف الفلافون ميت وقاب أيضا أن تعرف هنا كواشف الزيت الطيار كواشف العفاص وكواشف الفلافو الميداد قبل تلقى المحوظات السابقة عزيزي الطالب استخداماته stringent عالة قابض فور أسط ما أيضا يعانق الربو وإضا antiseptic for respiratory tract infection أيضا مطهر للجهاز التنفسي بالإضافة لإستخدامات الكبيرة للمين للكافور الكافور يحتوي على زيت الطيار يعني أنه مضاد الأكسدة الكافور يحتوي على talent يعني أنه ممكن يعانقه لك البروح والحروق الفلافو نويد والتنينز والزيت الطيار كلها مضاد الأكسدة تنينز الفلافو نويد وإذا ممكن يحتوي على الكافور في علاقة البواسير في علاقة البواسير والدوال الساقين بالإضافة إلى ذلك الكثير من الأمراض القلدية نبات البوكو أو البرسومة أيضا من الشحقه البرسومة بيتولينا هذا المنشاة النباتي الأكتيف كنسوينت أيضا زيت طيار تسبب 1-2 إلى 1.540% زيت الطيار أهم محتويات الزيت الطيار هو ديوسفينول ديوسفينول وأيضا تحتوي على مركبات الفلافو نويد وأهم هذه المركبات هو ديوسفين ديوسفين تتعرف على البودرس عن طريق فحص زيت الطيار بواسطة الألكانة تينكشار وسيدان تري وأيضا بواسطة تعرفها الأمين على الفلافو نويد أهم استخدامات البوكو طبعا مطهرة للمجاري البولية أيضا استخدام مضاد الالتهابات في حالة المجاري البولية أيضا أيضا معرقة وأيضا مجلل البور ومعرقة هنا أن البوكو أيضا مضاد الأكسدا نعم البوكو أيضا أو النبات البوكو أيضا مضاد للتهابات أيضا يقلل من تصلب الروعية الدموية أيضا يعالج الكثير من أمراض الحادة زي الهيمورايدس البواسير أيضا يعالج القروح والحروق هذا كله من البوكو ليس من إضافة إلى العديد من الاستخدامات الطبية هنا معنا القوافة أيضا من الاستخدام الأوراق القفة والمنشئة النباتية الأوراق القفة العلل اسم العلمي النباتة القوافة هو CDM قوافة والعادة طبعا من التاتية أيضا المواد الفعالة هنا زي الطيار سينيول ليمونين بينين أيضا تحتوي على الفلافونويدس أهمها هو الكوليسيتين وأيضا غلايكوسيتس وأشكاله الغلايكوسيتس هنا زي الطيار الفلافونويدس أما يريد أن تعمل تعرف كيميائي نتعرف على الزي الطيار وأيضا فلافونويد نتعرف على من؟ على الفلافونويد بإستخدام مثلا هنا الغسط القاعدة طبعا اليوزيز عادتا سترينجة قابضة أيضا أيضا مطهرة للمقاري التنفسية أو موسمة للدهاز التنفسي وأيضا استخدام في علاق السعال الخلطة يعني المختلط سواء كان السعال هذا قاف أو رطب هذا القوافة على القوافة أيضا القوافة من أهم النباتة الطبية المضادة للأكسل لماذا؟ لأن احتوالها النسبة عالية من الزي الطيار والفلافونويدس العنصل أو الريد سكويل الريد سكويل عادة فريتي أنواع عديدة من النبات الأورجينيا ماريتيما لو سمعتها الريد سكويل العنصل 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 الأحمر أو بصر العنصل نحن نسخلنا الأوراق القافة طبعا ماريتيما أو يس طبعا الكلر هذا واللون هو يعود لإحتوال النبات على الإنثوسيانين أو المواد الملونة وهي مقموعة الإنثوسيانين وهي تدوب عادتا في السلساب أو كنا سمدنا في العصير الخلوي للخلية في نسيق الموسيفين أهم المواد الفعلها سيسيلارين والأين بي غلايكوستيدس وكلها من مقموعة الكاردياك غلايكوستيدس كاردياك توكسي غلايكوستيدس سيسيلوروسايدس طبعا هذه تعليق القلب ولكن فكرها بسيطة جدا وأيضا تصم منزليا في مكافحة الفيران نبات الحنة وكلنا نعرف نبات الحنة الحنة أوراق الحنة يبدأ عن أوراق القفة لنبات اللوسينيا ألبا هذا هو اسم علمي النبات لوسينيا ألبا نجل المستخدم أوراق القفة العائلة الليترااتسيا طبعا يعتبر منشأ نباتي النبات أو المنطقة الأصلي النبات هي مصر والهند يحتوي على مواد ملونة وهم هذه المواد الملونة هي اللوسون من مقموعة الهيدروكسينفا كوينين أيضا يحتوي على الكومورينات أيضا يحتوي على الدهون الحنة أيضا يحتوي على العفاس والفلافنوين يعني يحتوي على النسبة عليه من المواد الفعالة طبعا الحنى هنا يستخدم طبيا لكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والطحاد أيضا يستخدم لكثير من مهاركات الأمراض القلدية والتقرهات القلدية والقروح والحروق بالإضافة لإستخداماتها الشعبية أو إستخدامها الشعبي الحنى يستخدم شعبيا كصبغة للشعب هنا مثلا لكي نتعرف على الحنى أو البودرة الحنى يجب أن نتعرف الآن على عدد من المواد الفعالة من خلال الكواشف الكيميان حفظكم الله جميعا أينما كنتم وأصعدكم ربي وأتمنى لكم عبارة ممتعة ولا تنسوا طبعا الإعجاب والاشتراك مع خالص تحية